كتعاني لي أختي من تكشبير من القشور الميتة من جلد الإوزة والبشرة أختيك كل حجرة قاسحة محربشة ما فيها ميتشاف اليوم أجبت لكم أحسن وصفة بمو كوينين وليهما البنت سكر سنيدة الموجودة في كل دار وشية جال خلاختي سوف نصو بهم واحد الوصفة اللي غادي تمشي إن شاء الله كمقشر يعني غا تقوميليك غا تورد لك المناطق الجسم ديالك كاملين غا تبيضهم لك وغا تفتحهم ليك أختي وتزول ليك ذيك الحروشية وذيك الضبورية والهروضية اللي كتكون في الجسم غا ترجعي إن شاء الله البشرة ديالك غزالة في حال ديال الأطفال إن شاء الله يعني بطيطبة موردة يعني في حال ذاك اللونة الغزبة اللي تكون في الوليدات الصغار وكذلك أختي ما فيها ضرابي ما فيها تخاس ما فيها كحولية ما فيها زروقية سيف سيف أختي وارا برا الحمد لله باش نتساره ونتفججه وندوره شوية ولكيم طبيع الحال البشرة ديالك تكون مطيرة لنا فاليوم أختيب هاد النجوش ديال المقادير ما غاديش يطير لنا بالعكس غنبانوزوينين بقى المكين ودائما الميزان يا أختي تكون اقتصادية وتكون محدودة ومع ذلك انت هالله وفراسنا فحبيبتي قبل من المروا المكونات وطريقة التحضير ما تنسوناش أهم حجم للايك ديالكم ايو حدا كتشوف يدبا فالله يجال في ميزان حسناتك هبطيت حسم الفيديو ضغطي او لبركي على زر لايك باش هاد الفيديو ان شاء الله يزيد يوصل وينتشر عند بزف ديال اللبنات كيما قلنا صيف صيف فكلنا كان بقى انتها الله وفراسنا غير من دارنا غير من بيوت ديالنا بأقل ما كان حساب الفلوس اللي عندنا ولكن اختي كما قلت لكم شجعي لها فيديو بلايك باشا كده يزيد ينتشر ويوصل وحتى ممكن انك تباق تاجه مع البنات وصديقات ديالك لتعم الفائدة بإذن الله ونضيوا الاجر العظيم كاملين وما تنسوا حتى تشتركوا ريوميا كنزليكم دي فيديو زوينين مختلفين تنوعين كل مرة عليش كان هادر على حسبكم انتو ما شنو بغيتو وشنو خليتو لي في التعليقات وكذلك خليونينا التعليقات ديالكم الاستفسارات ديالكم اي تساؤل اي اقتراح الوصف ان شاء الله المجي خليوها في التعليقات وعلى بركة الله لبنات ندوزول طريقة ديال التحضير وطريقة ديال الاستخدام وما تنسوش لبنات فعلو حتى زال الجرس باش هكذا اي فيديو نزلت اي فيديو يجيكم اشعار باناني نزلت فيديو فاول حاجة الناس غان نحتاجوها واللي هي الخل وسكارسانيدا بالنسبة للخل هنا عندي خل مائدة الملون كيجيب هاد الشكل هادا وفي الحموضان نسبة ديال استفلميها هي وبالنسبة لها ديال القرعار كدير جدرها مونس وشوية ديال السكارسانيدا العادي هذا الخشين باللول الابيض هذا غزال هناك حيات ضبورية الحروشية يقولي لها رحنا زرقين وجهنا كيستطل زرق لا يوجد حسين ينفيه وان لا يوجد وصفة ساكارسانيدا والخل أرضو عليني في التعليقات لكي ترجعها الزوزاجية كبشرة الاطفال فان شاء الله سنبدو باول حاجة واللي هي القوماج بعد ذلك سنبشي للوصفة لي غتخليك تشقشقي باللارة على صوق اله jump وحي حتكوني مزوجة سبعين سننة هاو هدا و له 60 سنة كمية السكارسانيدة الخاشين باللول الابيض ممكن استخدامه محتب اللول بني اذا توفر نحتاج كمية السكارسانيدة نضيف كمية السكارسانيدة نضيف لهم كمية الخلد المائدة الملونة لا لديك المشاكل معه واستخدامه من المياه انضيفه 100% الخلد نضيف حيث يمكنك التركيز 100% لا نستخدم مشاكل لا يفعل حيث لا نضيف 100% وحيدة الزمز دعوني نضيف كمية السكارسانيدة سكار سنيدة تبقى اختياري على حسب كل واحدة فينا ستعقيد 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 على حسب القوام كل واحدة فينا ستعقيد 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 دم الغازال أو العطار الفاسرة ستعقيد أي عطار أو ملحانوت موجودة عنده لما اضف ستعقيد لبناء اللي يحشقوا هذا كل اللون الوردي اللي يحمق في الوجياة في أي منطقة في الرجيلات أي منطقة في الجسم ركيكة ترجع عروسة من أول وجديد شوفوا اللون كيف يشده ما شاء الله يا لبناء ترجمة نانسة و لا تنسون دائما الوصفة فيها غير سكر سانيدة الخل و فيها شوية دم الغازال كيكون صحي هدا الجسم إلا ما عندكش أو يتغيبش الدباني فممكن تديري مثلا العكر دي 24 ساعة تخدي منوح طريفة و شديهم معكيها كي اعطي نفس اللون كذلك الدول الحمر كذلك مغلل باربة نفس اللون فهدو كلهم ممكن تخدمي بيهم ماشي بشر دم الغازال ولكن دم الغازال كيبقى صحي البشرة أكتر لأنه هو أصلا مختص للشعر والجسد فالمويم هدا هو اللون ما شاء الله يا لبناء هاد اللون تعشقيت اللي شافت تسع شقوقي تأكله الله مبارك فهدا أختي هي القوماج ولهدي هي الوصفة الأولى هاد القوماج كيقشة كيورد و كيبيط عاد من بعد غندوز والوصفة التانية اللي تهي الابنت ساهل مهلا ولكن نوريكم اللون دياله وبعده كيف باش ديره كيف يخلي البشرات ديال الجسم؟ كيف يخليها واحد لغوز ببك يحمق يبقى ما بيربعوشنين حتى الـ 48 ساعة وهو لاسق في الجسم ديالكم شوفوا هدا حتوئين عندك البشرات يعني ناشفة فما غادي شي ايديها او ممكن ضيفي اقترا ولا جوج ديال زيت الزيتون شوفوا 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 ما شاء الله يا البناس ما شاء الله نعاوه التاني نوريكم قبسوا هدا الشي عروسة را را الهبل ديال الهبل يا البنات ديال الورضي اللي كي يحمق من بعد ما كتمر خمسة دقيق او عشرة دقيق سافي كتغسلوا الجسم ديالكم وبصحة و الراحة هادي هي الوصفة الاولى اللي فيها غير تقشير ده بغن دوزوا الخطوة التانية واللي غنصوبوا بها وصفة التبيد و علاج الزروقية والكحولية واللاطخاس والسيكاتخيس وشي ضبرة وشي اللي كان اختيف الجسم ديالك فغتخلصي منو بهاد الوصفة هادي فبسم الله على بركتي الله هادي ناخدوا واحد الاناء وغادي نشوفوا دبا المقادر المقادر البنات هما كالتالي غادي تحتاجوا اول حاجة هو الحليب غبرة ولا الحليب المجفف عندي هنا نيدو غادي نحتاجوا انشاء او ما يعرف بالميزينة عندي هادي نوعي يدي اللي في 180 كرام غادي نحتاجوا الخرقوم البلدي وما ادراك ما الخرقوم البلدي اللي بنات هو هذا شوفوا غير من اللون كيف وما زال ما بقاش عندي بزاف وشوفوا اللون كيف اجدال باش كاتعرفوا الخرقوم زوين وغا يبيض لكم الجسم يفتح 180 درجة هو مني كتخدي الخرقوم كتلقي اللون ديالو صفر صفر كيبري هادا كاختي هو الخرقوم اللي غزال وخوديها على دامانتي كي يحمق وطحنيها وادي يعني ماشي تشديه وتجي بيه واجز معند العبطان ومطحون بودر لا قولي يعتك وادي عبرو الكتمة وكتحنوا لكنية تمة هاكذا كتديه مازال فريش بجميع المتيازات ديالو بجميع العناصر وجميع الفوائد ديالو فكيما قلنا حبيباتي غادي نحتاجوا الخرقوم غادي نحتاجوا انشاء وغادي نحتاجوا انشاء الله الخل وغادي نحتاجوا السكار سانيدة بغيتي تعطري وكنتي عروسة زيدي واحد شو ديال بودر جل أطفال هدا غب مياد ريال لا غليع لا مسكين كنا بنات شاب كنا كنبونتها لو فرسنا ولكن طبعي الحال ماشي بهاد الغلاو ماشي بهاد الغلاو ماشي بهاد المبالغ لابني تنسمى اف الصالونات مبالغ كبيرة غاي باش تديري واحد سوان ديالو جاه يعني ليلاسف فطه الله يفرسك في دارك بلا ما تنقلي وكذلك بلا ما تضيعي فليساتك فالمهم هنا لاني عندي هاد طلك البنت دي الخمسة درهم زوين هدا على دامانتي في ريحة الاطفال فقط ما في تشينكها في غير ريحة الاطفال ولكن هاد ريحة كتهبل يلبنت الجسم وكترطبه وكذلك كتمتصحة الرطوبة كتكون في الجسم وبالتالي كتمنعليك حتى من الحمرار وتهيج المنطقة الحساسة والحبوب وركي صلحة الاطفال الصغر لانه جربتوا على وليدتي الحمد لله كي يهبل فعلى بركتي الله والحاجم طبيعي الحال اللي هي سكار سانيدة كمكوين اساسي هنا ما غنكترش غير انايا غير ربع او لا غنس معلقة او لا معلقة صغيرة مع مراش فقط غادي نضيف كذلك كمية ديال الناشا او لا الضغراء او المايزينة معروفة في تفتيح معروفة في تبيض ما شاء الله عليها اللهم بارك وزيد في ذلك فبسم الله هيا المعلقة اللولة معلقة الثانية فقط ودائما المساند الرسمي ديالنا هو الخل ممكن كما قلت لكم تخففوه وما تخلي وشو مركز المئة بالمئة نحاولوا نجمعه ويلاحتاجي تراه دائما كنعود نزيد نجمعه 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 اختي هاد الوصفه راها تحفق رائع جدا في التفتيح و في التوريد و في التبليد راكم شفتو كل شي على عينيكم فهانتم ما شوفوا القوام دياله كيفاش دير كريمي عاقدة خاطرة لون ديالها بيد بياض ما شاء الله من بعد غادي نزيدوها الخرقوم البلدي اولا كوركم ها هو يا كما قلت لكم كوركم يكون يفلم يا خرقوم مطحون على اليد لا تجيب لي اختي مطحون راها للأسف راولا و تيغشو يعني ما غاديش تعرفيه واش فعلا خرقوم او لما شي خرقوم ويلا كان خرقوم عواد مطحون على اليد غي كتري منه باش مكترتي باش ممزين اختي هانتي بيدك اللون البرتقالي اللي كي يحمق نحنا النيساء شوف يا اختي اللون كيفاش دير عفتو هاد الوصفه حتى لعندكم شي خطوط دقشبير دقشبير كل شي كل شي يالبناز راها ما شاء الله لا الوصفه اللوله ولا الوصفه الثانية انا اضفت الخرقوم وغادي نزيد بودرة الاطفال واحد نسمة واحد الريحة اللهم بارك وما غاديش نكتر انا غادي ندير غير غادي ندير غير شوية شوية يعني مهم حاولوا تخلطوا هنا في هذه الخطوة غير بالمهل لانو ديك البودرة كتكون متحونة مزيان فا ايلا ما خلطوش غير بشوية كتبدأ الدردل وتعمر لكم سطح العمل ديالكم صافي هاي تجمعات فمن بعد ما كتخلطو هاد المقادر كاملين شوفو 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 اللون بعد يعني ما كتخلطو جميع المكونات و جميع المقادر هدا هو اللون ديال خرقوم البلدي اولا الكوركم ما شاء الله فهدي هي الوصفة التانية شوفي لي اختيه الوصفة هادي اغنطبقها معاكم دابا شوفي لي اختيه الوصفة اللولة والتانية نوضو 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 الله سهل عليكم شوفو اللون الأجوري الأحمر رائع أختي اللي غا تخلي ليك الجسم ديالك هادي را قاتل يوم حي دوبا لكن أختي راهو كي يحمقو كي يهبلو كي يهبلو كي يهبلو كي يهبلو و هادي را ممكن لما بتوشتوري تديروها غير بسكر سانيدة والخل غير تقشير ومن بعد دزول الوصفة التانية ولكن بغيت يا أختي تتور ديالي الجسم ديالك و تتالي فيه فدري لي شوية ديال لعكر الفاسي را قرعه بخمسة درهم تدوز معك مدة طويلة يعني در دريغيل شوية على حساب دا كل اللون اللي بغيتي و خلي أنا صراحة يعجبني هاد اللون فاكترت منه وبالنسبة للوصفة التانية غادي ندوز دابة باش نطبقها معاكم بسم الله شوفوا تهو اللون اللهم بارك كتدهنوها على اي منطقة تحت الابطين الكوعين المرفقين اليدين الوجه اي منطقة كتخلي واحدة تنشوف و من بعد كتغسلوها ولا حتى تفرقوها لانو فيها الخرقوم و حتى الخرقوم البنات را كيت تفرق يخرج لكم الوسخ و القشور الميتها جلد ججاجة كل شيء لا الوصفة الاولى ولا الوصفة التانية وهدي هي الوصفة اللي كنصح بها العريسات وبزاف منكم كتسولوني عليها فاليوم اختيشارك سامعاكم بفيديو و غير بالخل اسكار ساندة كمكوينين اساسيين نتمنى لفيديونا اللي ارداد ديلكم من الاعجاب ديلكم واهم اهم حاجة لبنات هما اللايكات ديلكم لهاد الفيديو باش ان شاء الله يزيد يوصل و انتشار عند موعة عادة من البنات اللي محتاجين هاد الوصفات و بصحتكم و راحتكم اختي و عفاكم اللي عندها مشاكل في البشرة لها تجربها وترجع وتخليلي ندعي وات الخير والتعليقات كيف اجتتها الوصفة بصحة و الراحة و انطلقى معكم في فيديوهات مقبلة السلام عليكم و بالمناسبة بنسبة الوقت فهنا الوصفة التانية كتخليها 30 دقيقة حتى تتجف او لتنشف اما تفركيها تزول لك الوسخ او لغير تغسليها عادي في كل تال حالتين حاولي ترتب البشرة ديلك من بعد لان وضفنا الخل والخل معروف عليه انه كنشف شوية البشرة و الوصفة الليولة تخليها ما بين 5 حتى ال 15 دقيقة و كتفركيها هذا الشي اللي كينا لبنات انتمنا الوصفة او للوصفتين معاني يكونوا مفهمين و واضحين مرحبا بكم مرحبا بسيفساراتكم اطلاقى معكم في فيديوهات الماجيه بسلام عليكم اشتركوا في القناة